هنا سؤال نرجو التوضيح ما هي الصورة الحلال في بيع التقصيد احبائي في الله بيع التقصيد الصورة الحلال ان تكون ويكون السعر في التقصيد نفس سعر النقد ان يكون السعر في التقصيد نفس سعر النقد فمثلا هذه الغسالة هذه الثلاجة هذه السيارة عشر الاف نقدا اقصاط عشر الاف فاذا قلنا نقدا عشر الاف واقصاط كم تريد ان تسود على سنة احداش عسنتين اطناش عثلاث سنين ثلاثتاش فهذه زيادة مقابل الزمن فلا تجوز كيف نعرف ان هذا التقصيد بسعر النقد بسعرها في السوق يعني هاي السيارة حق عشر الاف عن النقد معناته نفس المواصفات من تاجر لا اخر عن النقد ممكن تختلف مية ميتين دينار ثلاثمية دينار هاي المعروف هاي الثلاجة معروف تنبعه باربع مائة على الكاش ولا على الاقصاط كيف بده اميز انه وشوفها التجار معروف الثلاجة على الغالب ما بتفرق اكثر من عشر دنانير بل حدثني احد تجار الثلاجات قال يا شيك كرم احنا عشر دنانير في الثلاجة اللي هي بثلاثة اربعمائة دينار واحد التجار قال لي يا دوب يعني ربما لا نصل الى العشر دنانير لانه في عنا عتال وحيانا منوصلها في السيارة منحط بنزين وهكذا فاذا سعرها سوف يكون معروفا اربعمائة عند هذا اربعمائة وخمسة هاي تلاثمائة وخمسة هاي تلاثمائة وخمسة ودسين هاي تلاثمائة وعشر يعني كل الفرق عشر خمستاشر دينار عرفنا اما اقصاط خمسمائة كاش اربعمائة لا واضح او انا ما ببيع الا اقصاط ممتاز عسعر الكاش ايه بخمسمائة طيب انت زايد او كاش ولا اقصاط خمسمائة طيب انت زايد لانه السوق محدد هذه السلع قيمته وها باربعمائة والسيارة هاي محددة بعشر الاف ممكن تزيد همية او تنقص مئة هيك سعرها متين انطارت يعني ان ارتفعت الاسعار كلمة انطارت كلمة اردنية بمعنى ان ارتفعت الاسعار وهكذا فاذا تنبهوا اخواني في الله الى هذا هو الضابط وهذا هو الحل وقد يقول قائل ما الفائدة ان ابيع الاقصاط بسعر النقد تستفيد امرين الامر الاول الاجر فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقرض اخاه درهمين فكأنما تصدق بذرهم شوف هذا الاجر يعني انا تني ادائنك مئة دينار وترجلي يا اهمي دينار كأني انا تصدقت بخمسين دينار شوفها الاجر شوفتك احسن فانت عندما تبيع الثلاج باربعمائة دينار وتقصط له ثلاثة اربعة شهر كأنك تصدقت بمئتين دينار في اجر احيانا اجر اقراض الناس اكثر من الاجر في الصدقات لانه انت بجوز فيها الاربعة شهر ما تتصدقش بمئتين دينار وهكذا اذا هذا واحد اثنين يتشجع الناس ان يشتروا منك بس تقول للشخص هي سيرها على النقد اربعمائة وعلى الاقصاد اربعمائة قل لك والله هيك ريحتني لا انو انا اذا دفعتلك الاربعمائة نقدا سوف انضغط وسوف اشعر بعسر انت هيك هونت علي شهر الثلاث جزاك الله خيرا فبتشجع بيشتري منك مدام نفس السعر عند غيرك فاذا انت تستفيد امرين